أجرى وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي يرافقه محافظ الغربية أشرف الجنزي جولة ميدانية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحل الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس أشار وزير قطاع الأعمال إلى ضرورة التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من الغزل اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها والعمل كذلك على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات والاهتمام بتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم